السمع المجلسي لعرضي سيد وزير شغل والمتعلق بالمختط الوطني للنهوض بالتشغيل وهو المختط الذي جرى اعتماده في إطار اللجنة الوطنية للتشغيل التي أحدثت بمرسوم تابعا لاعتماد الحكومة السابقة لستراتيجية وطنية خاصة بالتشغيل هذه اللجنة التي اجتمعت في 28 غوش 2017 وأقرت اعتماد هذا المخطط الذي يرتكز على أولا توجهات الملكية السامية دعية إلى مضاعفة المجهود من أجل توفير فرصي الشغل على دصور المملكة على المشروع الوطني الكبير المرتبط بالجهوية المتقدمة والذي مكن الجهات من اختصاصات جديدة وإمكانات جديدة لتكون فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ثم أيضا البرنامج الحكومي الذي سضمن التزامات محددة بأهداف رقمية أمام البرلمان يرتكز هذا المخطط على خمس توجهات كبرى والتي تم اعتمادها اليوم على ضوء نتائج عمل هذه اللجنة أولا دعم إحداث مناصب الشغل وخلقها ملاءمة التعليم مع متطلبات سوق الشغل دعم البعد الجهوي في التشغيل تحسين شغال سوق الشغل وظروف العمل ثم تكثيف البرامج النشطة للتشغيل تحسين شغل